رغم مرور سنوات على احتلال العراق عام 2003، ما زال الفساد المالي والإداري هو العنوان الأبرز في هذه البلاد، فساد لم يسلم منه المواطن العراقي البسيط، وهذه المرة سائقوا شاحنات الكبيرة، حيث يعاني معظمهم من فساد كبير في السيطرات ونقاط التفتيش، تحديداً في سيطرة البوريشة في محافظة الأنبار، فضلاً عن معاناة أكبر بسبب عدم صيانة الطرق أول شغل عاني من عدها، إيه هذا السينار مال بريشة، يعني هذا مال بريشة إذا تنطف لوس الدوب العادي بعشر تلاف تعبر محد يمك، ما تنطف لوس، أنا واقف عليه من الوحدة الظهور، ما عبرته، إيه لحد ما قالت إيه هاي الساعة السبعة بالليل، يعني سبع ساعات ظلم هذا طريق السعور، ما ينمشي نهائياً، يعني إذا تطبيب لك سيارة مكينة مال كراب تليكتر، ما يطبيها، مو سيارة شايلة أربعين طن وخمسين طن، الطبي، يعني السيارة الدق الدعامية من قدام، ومن تطلع الدق من الخلف إذن المعاناة تطول وتستمر إذا ما تحدثنا عن رداءة الطرق الخارجية وانتشار الحفر فيها، ولسيما الطريق الرابط بين الأنبار والقائم، حتى وصلت تسمية هذا الشارع بطريق الموت اليوم اللاقة صعوبة جداً يعني بسلك الطريق الرابط بين الأنبار وبين القائم، الطريق يعني يفتقر إلى أنه طريق غير معبد، وفي بعض المناطق يكون الطريق سايد واحد وإحنا حتى عدنا بالأنبار، يعني هذا الطريق يعرف بطريق الموت معاناة تخلف عن حلها المسؤولون في المحافظة، لأنهم هم أنفسهم المتهمون بالفساد وسرقة مقدرات محافظة الأنبار أكو بطء بالعملية لنجاز الطريق أو بعملية إكساء الطريق أو بالمشروع أو بالشركة اللي ما أخذها أصل ما أخذها الطريق اللاحظ يعني بطء إنجاز العمل، فعلى الحكومة المحلية أنه أو تستبدل الشركة اللي أخذت الطريق، أخذت المقاولات أو أنه تضغط عليهم في سبيل أنه ينجز الطريق بالوقت المحدد، قاعدة تروح أخويا قاعدة تروح أرواح ناس أبرياء وها هي نقاط التفتيش في محافظة الأنبار تتحول إلى شبح فساد يلاحق السائقين فضلا عن موت محقق يلاحق هو الآخر هؤلاء السائقين بسبب رداءة الطرقات الخارجية ترجمة نانسي قنقر